اشتركوا في القناة المسافات طويلة يعني 8 كيلو أو 10 أو 12 وهذا السباق عالمي؟ عالمي السباق الضاحية لا يكون داخل المضمار يكون في الهواء الطلق يعني الماكل المفتوحة لا يكون داخل المضمار يعني أحياء أو كان مناطق مناطق على البحر على الشارع داخل منطقة داخل مضمار كبير مثل فروسية يعني يكون في المناطق المكشوفة متى بديت في هذه الرياضة؟ أنا لعب قديم بالهذه كانت نادي السالمية 2003-2002 استمرت ل2009 بعد انتقت حق نادي الغاتسية خلينا نتكلم عن المسافات اللي تصنف من ضمن سباق اختراف الضاحية يعني ما شاء الله احنا عارفين من اسمها قبل شوي كان يقول لنا تحت الهواء عمر أن هذا مسمى عالمي حق نوع من المالثون أو السباقات خلينا نتكلم عن هذه المسافات اللي تخص اختراق الضاحية أو هذا السباق السباق اختراق الضاحية المسافات المتعرف عليها عالميا يعني من خمسة كيلو وفوق ثمانة كيلو عشرة كيلو اثناعش كيلو غالبا تصير ثناعش كيلو حق الفئة أنا ذي قاعد تكن الفئة الكبيرة يعني العمومي يعني مو الفئة الناشئين الناشئين ستة كيلو لهم أو أربعة كيلو فإذا وفق خبرتك فأنت تخوض الثناعش كيلو الثناعش كيلو دائما تكون ثناعش كيلو حلو طبعا هذا جري فيها المسافة الكبيرة أكيد لازم يكون هناك أجواب معينة يعني تناسب يعني بحرنا هذا نسأل واحد حتى يقدر يركض كيلو الجو الكويت صح بالصيف متعب فأغلبية اللاعبين يسافرون مع اسكر بالصيف يروح لدولة باردة يقعد لها شهر شهرين يسوي عداد قوي البطولة الضاحية دائما تكون هي أول بطولة في الموسم يعني تكون في نهاية شهر عشرة بداية شهر داعش فتلقى بالصيف دائما نطلعون أغلبية هندية الكويت يودون لعبينهم مع اسكرات خارجية مع اسكرات داخلية تكون مجهزة في نقول أجهزة رياضية ممكن تساعدهم على شيء تلقى الصبح نادي صحي والعصرة أو بالليلة من الطيح الشمس يتمرنون في النادي يعني على فترتين بس أغلبيةهم يسافرون بارة عشان شوي نعم فكرة الإعداد مثل ما ذكر خلنا نتكلم عن قواعد وقوانينها سباغ اختراق ضحية لابد أن لكل لعبة لها قوانينها أكيد لها قانون خلينا نتكلم عن هذه القوانين والشروق قوانينها أن كل فريق يشارك يعني بخمس لعبين حلو إذن هي نظام فرق نظام فريق مثل المنادقات هي يشارك بخمسة السانمية بخمسة العربية بخمسة يشير تشارك بأقل بس أن الحد الأقصى خمس لعبين حلو عساس تفوز في مركز يعني هي في نتائج فردية وفي آخر شيء نتائج جماعية نعم فرضا تتابع يعني هو لا متتابع مجموعة يرقم مع بعض كلهم مجموعة واحدة بس أنت قلت فريق يعني الفريق يكون في يعني في فريق الجري نفسه فريق خمسة للفريق الواحد شون فريق قدم داعش لعب يكون كل فريق يمثل خمس لعبين حلو عساس أن الفريق هذا يأخذ مركز لازم يدشون لخط النهاية ثلاث لعبين أو أربع لعبين يعني إذا داشوا واحد من فريق نادي فرضا الصالمية خلو وداشوا برا أربع لعبين من نادي الكويت وأربع لعبين من نادي الساحل هم أخذوا مركز لأن داشوا أربعة نادي الصالمية فرضا ربعة تأخره وما داشوا له بعدين يأخذ نتيجة فردية يأخذ اللاعب على المجهودة بس كمجموعة فريق ما أخذ مركز يعني هي نقول رياضة فرق فرق وفردي وفردي أيضا موجودة إذن أنا شايف الباجة الحين اللي على تشيرتك موجود عليه الباج اللي هي ثلاث رياضات اللي هي السباحة أنا لعب ترايثلون بعد لعب في فريق تيم أوف كويت ترايثلون ترايثلون حلو نبين نعرف هذه الرياضة طبعا اللي متعارف عليها اللي قاعدين نشوفها في دول بره اللي تسير فيها الدراجة والجري والسباحة يعني رياضة حاليا في الآن والأخير انتشرت بالكويت حلو بس إحنا يعني ممارسينها من زمان يعني من فترة أنا عندي فريقي ترايثلون تيم أوف كويت سباحة دراجة جري تتابع اللعبة بإمكانك تدخلها فردي بإمكانك تدخلها فريق واحد يخلص ثلاث ثلاث أشياء ثلاث مرة وفي إمكانك تدخلها فريق عندك سباح وعندك دراج وعندك الجري نعم نتازل خلينا نتكلم عن نرجع حق سباق الضاحية خلينا نتكلم عن مواصفات اللاعب اللي لازم تكون متوفرة فيه علشان يخوض هذا المرسون لأن نحن عارفين أن هذا موضوع فيه تعب ويمكن ياخذ وقت طويل ويمكن يحتاج شخص مؤهل حتى جسديا وبدنيا حق هذا الموضوع كلمنا عن هذه المواصفات لاعب الضاحية هو يعني لاعب الجري المسافة الطويلة لازم يكون يعني تغذيتها صحية سليمة نوم صحي ما في سهر ما يدخن يكون لاعب صحيا يعني يهتم الجسمه بصحة صحتها لأن اللعبة تحتاج الوزن خفيف ويتمرن تمارين صحيحة وبس حلو في رياضة مساندة حق رياضة الجري أكيد بشنو قاعد تساندها يعني أكيد أنت الآن كرياضي يكونك عداء للجري في رياضة الجري ففي رياضة أكيد ثانوية قاعد تمارسها بشكل يومي أم بشكل طبعا أيام منفردة أكيد يعني أنا لاعب جري ليس بس أتمرن جري عندي تمارين تغوية حديد عندي تمارين سويدي لازم تصير مرونة بجسمك يومي ثلاثة أيام بسبوع عندك تغوية لازم عندك تمارين سباحة دش عشان تقود النفس الحركة تلشتف ففيه تمارين ثاني مساعدة حق تمارين الجري موضوع التنفس هذا يمكن أعتقد أنه هو أصعب شيء في الجري في موضوع التنفس شلون اللاعب اليوم أو اللي يريد يقبل على هذه المرحلة ويريد يصير لاعب شنو الإجراءات اللازم يأخذها فعلا عشان يكون هو قادر يدش هذا الموضوع يمكن موضوع التمارين عمر وايد ناس سهل عندهم يتمرون ولا كموضوع النفس النفس لازم نفس في اللاعب الجري مسافات طويلة لازم يعود نفسه على المسافات يطلع ناعش كله يطلع ساعة خمسين يطلع مرات ساعة ونص النفس على الجري مسافة طويلة في أشياء مساعدة حق تغوية النفس يعني مفارضا قلت لكم في أن دية تطلع لعبينها معسكر يودوهم دول قليلة كسوجين مثل ودوهم المغرب مع المغرب يعني دول تكون مرتفعة تكون شو قليلة كسوجين عشان أميّل الكويت الكويت يعني يكون هو متمرن يصول معسكر في دول أصعب يميّهني يشوف الجو الطبيعي فتلقى عنده عمالية تنفس جدا سهلة فيتمر يركض عادي عنده وهو معادلة يعني أنا أعتقد أن موضوع الرياضات كلها معادلة النفس نسبة وتناسب في رياضات كلها يعني ككل بالنسبة للغوص بالنسبة للسباحة بالنسبة للجري للرياضة جميع الرياضات إذا صار هناك نقول موازنة في النفس راح تكون مبدع في رياضتك وراح تحقق إنجازات كبيرة في هذا المجال نبي أن تكلم عن بشكل عام عن الأمن والسلامة بما يخص رياضة الجري اليوم نعرف العداء يقولون والله اللي يركض ما لأ أمن وسلامة يعني أن نحط لك السارات أو غيره فأكيد هناك أمن وسلامة يتبع هكذا الرياضي أول شيء اللبس الرياضي مع الجري ثاني شيء الحذاء الجري ليس أركض فينا يعني في رياضي حين تروح المحل الرياضي في وائد جواتي بس في جواتي مخصصة حق الجري صحيح أرضيتها تكون يعني تقبل الصدمات اللي يتم تصل الضاق طبعا بالغدر مصنعة حق الجري خاصة مو بس يعني الجري أنواع يمكن مو بس حق الجري منضمار جري على الحشيش جري على الرمل فأنت دائما حين المسافات طويلة نأخذ الجوتي أنت بكرام يعني تطق بالقار أو في الكاشي تحميك صحيح فالجوة يكون في طبقة مرينة يعني كنا مجهز لهذا الشيء طبعا بالتأكيد أن هذه الأحذية جدا خاصة وأيضا أسعارها نقول شوية معاد يعني تكون أسعارها شوية غالية ولكن هي مخصصة لرياضة الجري أنهم يستخدمونها وأنواع كثيرة طبعا تندرج مثل ما ذكر بطلنا في هذه اللعبة أحذية للرياضات من نقول المسافات الطويلة فالأقصر فالأقصر فكل رياضة ولها حذائها ولنوار يعني بما يخص رياضة الجري أنت شلونت مع الرياضة بشكل عام والجري الرياضة يعني أوكي تمارين الأيروبيكس والأشياء هذه البسيطة أوكي الآن أنا معاها بس ليش قلت لك كتوى الجري التنفس أنا بالجري ما كنسم فهذه مشكلة بالفعل الشخص يواجهها لابد أن كل واحد يدارك هذا بمارس الرياضة الحين نصيحة حلوة كانت موضوع استباحة أن بالفعل استباحة تنظم النفس وتعلم الشخص على هذا الموضوع بس هم يعني مو كل وقت تقدر تروح التسبح بذل جو خلينا نتكلم عن مشاركاتك في المسابقات والبطولات عمر يعني ما شاء الله أنت عدى وبنفس الوقت أيضا ذكرت نوع آخر من الرياضة ترايثون نعم خلينا نتكلم عن المسابقات والإنجازات بالكويت أو خارج الكويت نعم خلنتي كلم عن خارج الكويت خارج الكويت حققت في المركز الثاني في سباق دبي ومتاز نصفة 10 كيلو اسم مكانت سباق دبي الصحراوي نعم حلو 10 كيلو حققت في مسقط عمان في نصف مرثون 21 كيلو مركز الثالث حققت في البحرين اللي هي بطولة ترايثلون مركز الأول م شاء الله السباحة والدراجة والجري داخل الكويت من زمانة نلعب والحمد لله المحقق النجازات سيطر على الوضع بكويت الحمد لله فهل الله صحيح تروح بره الله يمجيك حسن الله يمجيك أجمعين في هذه الفترة نحن في الصيف نحن عندنا فتة اعداد حلو حق بداية الموسم اللي هو يكون بشهر 10 سيبدأ عندنا الموسم هل طبعا يكون بين لندية اللي هو من شهر 10 بس بندية وعلى مستوى مستوى الكويت حلو وفي تنثيل منتخب يمكن يختارون لك منتخب فلازم أن تسوي اعداد قوي من الحين عشان تثبت جودك حق مدرب المنتخب يهتم اختيارك حق المنتخب صحيح من منافسك تشوفها على المستوى نقول المحلي أو أيضا المستوى العالم والله الكويت وايد لاعبين الصراحة في لعبة الجري حلو يعني لهم تاريخ ولهم إنجازات حلو تشوف منافسين لك في هذه اللعبة أكيد أكيد كل ناضي ما شاء الله بره الكويت بره الكويت يعني أبي يعني شخص مثلا نقول رياضي في الجري تحس أن هذا الرياضي يريدك تصير مثله والله وايد بره الكويت ليش في وايد أنا أقول لك لأنه في شوي اهتمام فيه تفرغ فيه احتراف صحيح فيه احتراف يعني اللعب اللي بره الكويت محترف مو مثل نحن احنا ما زال اللعب الكويت يسمى هاوي صحيح يعني مو تفرغ حق لعبتها حتى لو كان محترف يكون هاوي فكل جهدة المقصد أنه كل جهدة يصب في هذه اللعبة وما عندها وظيفة أخرى غير هذه اللعبة وهو وظيفته وشغله وكل شي يسويه بس عشان يمارس هذا النوع الرياضي وحقق هذا الانجاز فبالتالي أكيد كل الجهد ينصب عليه وهو يكرس كل وقته حق الرياضة بينما هندي عندنا اللاعبين وهو موظف بعدين متى يلاقي وقت عشان يرحل نادي صحيح والعصر الساعة خمس يقوم بتاع النادي بتريح الظهر ما تقدر في ناس في ناس انتزامات اللي دوامها شفتات واللي عندها عيال الله يعينها يعني تشيثة يعني كل اللاعبين الكويت لأيش قلت لك الكويت وايد فيه خامات طيبة بس لو فيه شوية اهتمام وفيه تفرق تشوف لعبين الكويت يعني أساميهم عالمية ما شاء الله أيضا بالانجازات اللاعبين يحققونها يعني فوق كل هذا فوق كل هذا يحققون إنجازات قاعدين نشوف علم الكويت في كل المحافر الدولية محلية كل بطولة أولمبيات تلقى لاعب الكويتي مسارك من ثلاثة إلى خمسة أبطال عالميين صاروا فيه رياضات كثيرة رغم هذا ما فيه بس لأنه هو حاب اللعبة يعني يبرز اسمه واسم ديرته وداما نحن في برنامو شاوب قول وفعلي يعني نحن نتمنى بالفعل أن تتحقق هذه الخطوة في احتراف اللاعبين في كافة المجالات لأنه بالنهاية مثل ما ذكر ضيفنا عمر الفلشاوي أنه فيه أشخاص بالفعل خامتها طيبة وهو من باب شخص قاعد ينجز وأيضا معاشر وايد ناس قاعدين يلعبون هذه الرياضات ومن كلام كثير من اللاعبين نتمنى تتحقق هذه الخطوة في تحقيق الاحتراف الكل حق كل اللاعبين علشان بالفعل هو يقدر يفرغ نفسه حق هذه البطولات وهذه الإنجازات التي تحقق باسم الكويتي ممكن نحن عارفين أن موضوع المعسكرات أيضا هذا موضوع آخر يأرق اللاعبين صحيح علشان يقدرون يحققون إنجازاتهم وعشان يقدرون يكونوا مؤهلين حق المسابقة أو المشاركة خصوصا إذا كانت عالمية كلمنا عن موضوع المعسكرات الإعدادية للمتدربين في هذه الرياضات المعسكرات طبعا المعسكرات ضروري ضروري أن كل نادي يطلع لعبين في فترة الراحة التي نحن عندنا انتهاء الموسم من شهر خمسة يعني عندك ستة وسبعة وثمانية فترة إعداد على الأغل تطلع الشهر تسوي له مع اسكر بره للأسف الكويت ممكن لأندي تملك إمكانيات تطلع ممكن نادي عندهم إمكانيات نادي الكويت ماشاء الله مرزوق الغانم نادي القابسية عشان الشيخ نادي العربي رجل العمال أندي الكبيرة تطلع لعبينها بس أندي صغيرة مثل الساحة المحترام اللي هم وفاحيل وخيطان ما يملكون يطلعون مع اسكرات اللاعبين نعم بس هناك نحن قاعدين نشوف الدعم متوفر إلى جميع الأندية الرياضية من وزارة الشباب يعني مهما إن شاء الله مقصرين فيما يخص الدعم وإن شاء الله أنهم متواجدين في هذا الأمر لو أرجعنا فيما يخص رياضة المراثون والسباق اللي أنت قاعدة تمارسها 10 كيلو مسافات طويلة مثل ما ذكر لكن أبي عرف كيف تقدرون تنسخون مثلا الواحد كيف يمكن يوازن يعني الجري والتحكم فيه سرعته من بداية السباق إلى نهايته هذه المثال السباقات الجري قلت لك المتعارف عليها أكثر شيء تصير 10 كيلو فيه نص مرثون 21 كيلو وفيه مرثون كامل فيه مرثون 42 كيلو حل أنت لازم تركز على سباق وسباغين يعني لازم تركز على مسافة ومسافتين يعني إذا على عشرة انت قريب من 21 خلص خليك على عشرة أو 21 أو 12 كيلو شون شون الضبط نفسك من بداية السباق لنهايت السباق هذه يبيلها تمارين وإعداد صحيح يبيلها جدول مدروس يعني جدول عندك مدرب يحط لك جدول مدروس فرضا يظلعك يوم السبت تمارين سرعة يعني نسميها في الجري تمارين فارتلك اللي هي سبرنتات سرعة يوم الأحد يطلعك تمارين تحمل مسافة طويلة طلعك 12-14 كيلو ساعة ساعة ونص تركض بس يغوي عندك النفس يوم الأثنين يطلعك بس برنامج تغوية حديد ما حديد ورمو البحر تغوي عضلات الريف يوم الثلاثة ينزلك تمارين خفيف يعني مثل بس نص ساعة ينزلك حوض سباحة ففي جدول عندك مدرب هو يلاحظك بأول بأول يشوف نفسك صاعد نازل شون نظر الضحفك المدرب هو اللي يحط لك الجدول الصحيح متى تأخذون الراحة عمر قبل البطولة يعني المتعرف أنه في لا بد أن يكون في فترة راحة قبل البطولة عشان ما يكون مستنزف الجهد اللاعب صحيح نعم خلينا نتكلم عن موضوع الراحة في البطولة وشلون نحن نوازن ما بين التدريب وما بين الراحة والإنجاز في البطولة الراحة فرضا البطولة كانت خلينا نقول تاريخ فرضا مثلا 30 عشرة أنت في بداية شهر عشرة أول سبع شهر عشرة تسعد بالتمرين تتمرن تمرين يعني تمرين قوي من تصل نص الشهر باقي على البطولة أسبوعين تنزل بالرتم بالتمرين عشان لا يحوشك إجهاد عضلي ولا يحوشك إرهاق تنزل تمرين خفيف يعني كافي كل يوم بستركة 25 دقيقة على الأرضية الثقيل عشان صدمت الريل الريل لا القار يعني أذي الريل فتركض على الحشيش مع الملعب 25 وتروح تتجه حالك ثمارين سويدي المرونة أكثر عشان تكون تريح تحقق وقت السباق 30 عشرة فرضا تحقق عضلاتك مستعد حق السباق وتحس نفسك يعني ودك تركض فرش مستعد حق السباق بإني كنت تتخوض بما يخص طبعا الإصابات كل رياضة متعارف عليه أن هناك إصابات فيها مثل رياضات كافة أنا ما بيحدد رياضة عشان تقولون كل الرياضات فيها الإصابات لكن بما يخص الإصابات في رياضة الجري إلا تعد لنا الإصابات هذه أكثر الإصابات اللي تحوش نحنا بين الجري شد عضلي شد العضل يعني في عضلة الفخض أو البطات في إصابات شوية في العضلة الضامة طبعا اللعب اللي اللي لا يلعب تغوية هذا ستحوش إصابات وائد يعني اللي لا يلعب تغوية حديد أو يدي شرم البحر عشان يقوي عند العضلة هذا سيعاني لأن كل ما يصعد في قوة التمرين كل ما رح يشوف عضلتها لا تتحمل صحيح يمكن مرات تحوش مو شدي كل مرات تحوش تمزق عضلة لأن عضلتها ضعيفة فلابد من تغوية يعني وإصابات ترى يعني مو بس لعب الجري مو بس حتى رياضي يعني حتى اللي مو رياضي يمكن معرض حق الإصابة صحيح الإصابات موجودة في كل رياضات بس الناس تخاف شوية صحيح في شغلة قاعد تشغل بالي موضوع سباق اتراق الضاحية ولأن المسافات في طويلة أبي أتكلم عن المدة الزمنية اللي يقاس فيها الموراثون يعني أنا اليوم أبلش موراثون متى لازم أخلص إحنا الجري ترى في ناس بس ماخذينها يعني ألبس جوتي ألبس تشيرت شورت تروح أركب أوقف وقفت للإستعداد وانطلق مع الصافرة إحنا عندنا الثانية لها ألف حساب لها يعني تحسب يعني حتى الجزء من الثانية الجزء من الثانية يفرق معا تفرق تفرق يعني عندنا الزمن أهم شيء يعني 12 كيلو في ناس يركضونها بساعتين في ناس تركضها بربعين ديقة شوه في ناس تركضها بساعة فعندنا الزمن يلعب دور إنت لابد عشان تطلع من الأوال لازم تكون تخلص الـ 12 أو الـ 10 كيلو في الزمن اللي متعرف عليه دوليا يعني خلنا نقول على مستوى الكويت 12 كيلو 40 دقيقة 38 دقيقة 42 دقيقة أنت يعني هذا الرغم اللي المفروض توصل هذا الرغم 12 كيلو الرغم 10 كيلو 35 34 فأنت لأنك لعب نادي مو لعب هاوي تروح يعني مثل هاوي مبرع يروح ممشى يركض ولا شيء تفرق هذاك ما تفرق معه يركض من كل 10 كيلو بساعة أو ساعة ونص أنت عندك الثانية تلعب دور لأنه في وقت أثناء السباق يمكن يكونوا معك خمسة أو ستة يدشون معك خط نهاية بشأن تفرق جزء من الثانية هذا لأنه المتعارف عليه في مثل رياضة المراثون والجري أو كل الرياضات مثل ما تفضل بطلنا عمر بأن هذه الرياضة حتى الجزء الثانية اللي هي تأثر فيها من الواحد حتى لو نشوفهم في نهاية البطولات والمراثونات يدش براسه أو جاني خلص أنه يسبق لأي شيء ترى هاي تمرين هذا تمرين أنه يدخل حتى براسه أول أول ما دخلنا في هذا المجال ذكر التمرين يعطينا الكابتن في النادي أنك لا تدخل النهاية تدخل براسك صحيح لأنه هو يحسب من الثانية وتنحسب صحيح طبعا في شغلة جدا مهمة من اللي يذكرونا يمكن أخوي عمر نهاية الحلقة عن أهمية الرياضة شكثر هي راح تفيدنا بدنيا وشكثر وتفيدنا حتى في الصفاء الذهني ولكن الموضوع اللي أهم من شذي احنا أيضا هنا تعلمنا أن الرياضة تزرع قيمة الوقت وشان أنا يصير عندي التزام موضوع الرياضة أيضا يعلم الشخص الالتزام شكثر يأثر عليكم اليوم كرياضيين موضوع جدولكم الرياضي علشان تحققون إنجاز في بطولة معينة أي لعب سواء لعبة جاري أو لعبة أي لعبة جاري قدم جنباز أي شي إذا كان يريد أنجز لازم يحط له جدول مدروس يقسم وقته دوام أهله تمرين إذا كان بس يريد أن يلعب يتمرن على راحته يعني ما يريد أنجازات كيف بس أنت قلت إذن ذكرت أن الوقت مهم فلازم يحط له ساعتين في اليوم يتمرن فيهم تمرين يتمرن في ضمير صحي حساس ينجز هذا بما يخص رياضة طبعا الماراثون وكان اليوم موضوع فغرتنا الثانية مع ضيفنا البطل عمر الفيليشاوي طبعا كل الشكر لك تشرفنا فيكم معرفتك في تواجدك ويانا الله يسلم هذا كان كل شيء وختام حلقتنا اليوم في برنامج شباب قول وفعل عندك موهبة فكرة مبادرة ما عليك إلا أنك تي وتشارك في برنامج شباب قول وفعل بخلي الختام مع أختي أنوار سعود كالعادة نعم أكيد كل الشكر لبطلنا اللي شرفنا في الستيديو عمر الفيليشاوي وضيوفنا أيضا اللي كانوا معانا فايزا رشيدي وبدريا بن سهيل على وجودهم معانا في البرنامج مثل ما قال زميني إذا تحبون تشاركونا على تويتر وإنستجرام شباب قواتي في وإذا تحبون تشوفون الحلقة أيضا على قناتنا في اليوتيوب على شباب قواتي في نشكرين على المتابعة ومع السلامة